مرحبا بكم في فيديو جديد شنحوي لكم لبنات شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي نعمة الناس الكل جيدكم في فيديو جديد إن شاء الله المردية من كنش طوال تلغيبة برشا فيديو فيها روتين وفيها مقططفات من عسيدة الزقوقو متاع المولد توا وينساها الربي باش يهبط للفيديو إن شاء الله مولد نبوي مبروك عليكم إن شاء الله ينعد عليكم بالصحة وبالخير يا ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه أجمعين وريدكم كل حاجة شوية كيما قلت لكم ألا غالب هذي كوين سهلة القدرة عما صورت لكم شوية مقططفات هو الناس كل الأغلبية عملت عسيدة الزقوق ومش الناس كل الأغلبية حبيت نهكا نوريكم شوية متحذيرات وكهو وعملت روتين خفيف إن شاء الله يعجبكم الفيديو معه في طائر الصباح حاوكا قلت لكم شنو فيه بالضبط نبيي لبنات توحشتكم برشا إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي نعمة الناس كل إن شاء الله بإذن الله لأخت اللي طالبت مني اللي بشكوتوا إن شاء الله طوا نصورهولك قريب بإذن الله ونكمله نواصله في الروتينات وفي التشجيعات بما أنه طوا الدنيا بردد ومحليه لطقس طوا خير مصيف إنسانية بخلوا الكل هذه اللي بنات عملت روتين خفيف في بيت الصغار بدلت الغلافات على الفروشة وعملت لها مسحة وحسيلوا هاكم معايا هذك الليلة محمد رسول الله هاتباش هغسلتو وحبيت نشكر لخيات الكل اللي يسئلوا عليها سموحة زود سماحات سماح اللي عندها قناة وسموحة لاخرى منو البنات وكون نورة الكل بدون بدون ما نذكر الاسماء بالحق خاطر برشا بنات كل من المتتبعات ومن أصحاب القنوات شكرا ربي بارك لكم وربي خليكم ليا بالحق من أحسن وأحلى الحاجات اللي ربحتهم من القناة كما تعرفوا البنات دي مقية الصباح مضى بيتكم في الجردة بما أنو تقسم برش برشا معنى مزيل نجم تفتر البر عملت قهيوة الصغار فترو مشيوي يقراه عملت قهيوة وكيبكر وصونه كهو حاجة فيسا فيسا وهن كل مرة حاجة ومن بعد نمشي للقذية ونشوف شو مش نعمل اليوم وش عنا في الفيديو متاع اليوم كما تشوفوا البنات هكا قيوة تعمل ستة وستين كيف مع المنظر هذية حاجة بالحق تشرح الصدر وتعطيك كتاقة إيجابية تبدأ نهارك ناشطة ونهارك مرتاحة هكا وعملة بون كيف بس حبيت نصور لكم البلاسة بالجداء بيش تظهروا لكم معناها بالبي بالبي منها من الجيهة اللي مقابلة كتشوفوا رمان وكل وجيهة اللي بجنب البردقاء هذي هي اللي بنات لقي وحطيتها في الززوة هذيك وفنجين هذيك شوية تغيير زي ما نحب القهوة مبدلا لكل مرة كيس تعرفوا اللي بنات لما عندي برشة ما صورتش ما عادش عارفة كيفيش نحكي في الفيديو وليتك نحس حاجة غريبة ده بشوية 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 ان شاء الله نرجع ان اخو راحتي كما قبل ونبدأ نحكي كما قبل هذي هي لقي ونودكم من شهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنة وقصي دي جا فطرته ماذا بيه دي اول موقوم ونفتره هو معناها يمشي له الصغر يقراه ويفيق مع اخويته الصباح وكيفطر تعرفه صغير وكل يجوع في الليل ماذا بيه اه يفطر معناها على بكري ومبعد نفطر في عقلي وعلى راحتي اه يبدأ هو شبعان اه مبدل دبش ومور ومريقلا حمده للاخرين يقراه وحمده الله يا ربي ان شاء الله ربي نجح صغيراتنا كل وان شاء الله اه سنة دراسية موافقة لهم يا ربي وهذا هو اليوم الابنات اه في طيرنا ان شاء الله يكون اعجبكم هاكا حاجة اه بسيطة وديما امرأة ديما الصباح تحب حاجة خفيفة فيسع فيسع وتقوم تكمل قضيتها تعرف القضية لازمها تكون بكري باش تكمل على بكري تكمل نهارك بمرتاحة ما تبقاش معناه فيتك الصباح ما قضيتش فيه ما قضيتش معناه قضيتك على الصباح رك باش تبقى بيخ لنهار كامل او كاقوسايمة اللي يتكره باش يحبها تظهر طوي لبنات باش نوريكم الفاس اللي مقابلني بعدها نقوموا للروتين واخذينا برشة طاقة ايجابية اخذينا برشة نشاط الصباح شربنا قيوة عمرنا اه ريوس ناكاها وفيه البركة توقوموا للقضية اليوم ما صورت شوية هاكا في بيت الصغار الحق اه معناها عملت لها تنظيفة بيها جوزتها بشان بدل الغلافات وعملت مسحة خفيفة للموبل دي جا خطر ونظيف تعرفوا الصغار ما يخليوش البيت تنظيفة هما فيسا تتمسخ فيتقى حاجات تحت الفروشة بش فيسا يدخل بعضو لازمك ديما تكون معناه مواكبة التنظيف خير ما لتغلبك البلاسة اي بلاسة معنا حد في الكوجينة ماذا بيك ديما الحاجة على ايدك معناه الدبش تقاها مش منظم تنظم ديما تنظيفها هكا بيها بش ما تغلبكش على خاطر بالحق صورتو كوجينة فيسا تدخل بعضها وفيسا القجرات ما يبدأو مش منظمين حاصيل ان شاء الله عندي روتين في الكوجينة بش نعمل لها روتين بهي اقبل الشتاء هكاكا بش نبداو مرتاحين في الشتاء تبدأ كل حاجة في بلاستها كهو البنات كمال تبدلت لغلافات بش نعمل لها مسحة ومبعد يتشيح نحط لها تبيات متاحها ونسكر الشباك وكهو دي جا كملت بيت النوم كملت السالة خملتهم ومسحت الفيراندا والكلوار حسيلو هذو ما القديد زدت غسلت المعون لحق المعون اغلبية نغسلو من الليل لبنات بجهة الصباح كي نخوم نحضر فتور الصغار نلقاه الكوجينة نضيفة ما تقلقنيش ماذا بيكو ممكن تبدأ عندك معون في الليل نظفو وانا اغسلو ونظف الكوجينة عندكش حاجة هكا يسر داخلة بعضها حاول تنظمها من الليل بش الصباح تبدأ مرتاحة وتبدأ قضيتك خفيفة معناه من تتعبش برشة في قضية كيت بش تخليه المعون بش يبقى ملو فطور ولا ملعشي بش يقعد اراه الكوجينة مش تصبح لك لا اراك الله مكره بصراحة اكثر حاجة نكره هاي الكوجينة تصبحها من مصخة نحب الصباح تيما كوجينة نضيفة اذيك استعادة الحققية بالحق تبدأت عمقاه الكوجينة كنضيفة سكرت شباك لبنيت ملول خليط شبابك محلولين تبدأ لهويه والكل بعد ذاكي كملت ومسحتها سكرت شباك وما قلت لكم مش ملول حتي تدبشي تغسل بش نربح الوقت مدام كملت القضية كي نلقاها نقل غسل كاملة وكن ننشر وكهاء وبعد نطيب لفطور كل شي على بكري تبدأ نهارك على بكري كل شي يكمل على بكري حمدو الله يا ربي اه توقى لبنيت وريتكم هاكا ما وردكمش لفطور اختراني بزيت مطيبش لفطور وقتها في المونتاج تاع الفيديو وحبيت نوريكم هاكا مقتطفيت من عسيت اس جوجوب كيفاش عملتها اخذيت لسط للحاضرين اذوكا واخذيت بن جيد حسين اه ليل الله محمد رسول الله بيتها من الليل في اترامي حطيتها معناه في الصحفة حطيت لها اترامي سخون سخون بالجداء وعملت لها رحي هاكا بالبايه بالمكسور وخليتها غطيتها باش ما دخوش من الفريجيدير هاكا ريحة ولا حاجة يمن فيها شي متعرف حاجة بيت في الفريجيدير من عرش ده فيها طعمة ولا كيفاش حسينه غطيوه حطوها في الفريجيدير الصباح صفيتها بتبعه لازم بتصفيه وها بالجداء حطيت لها كل في الكل اتر ونص مهي اه عسطل ما حطيتش اترتين هو ما حطيت اترتين حطيت اتر ونص برك واخذيت الكريمة نوازيت ما خذيتش فاني جيت بنينه على الاخر وبالنسبة للسكر اخذيت ميتين جرام سكر حطيتهم معنا وزنتهم بالميزين حطيتهم بجنبي وبديت نزيد ونضوق معنا نشوف الحلاوة حتى لي نوصلت الحلاوة الحشي بها بالنسبة للفرينا تقريب ميتين جرام لبنات فرينا كيف كيف حلتها مع المرلولة مع الماء متاع العسيدة وبعد صفيتها مرة اخرى وهذي القوامة بعد ما حطيت لها السكر نحطوه ونشوف معنا على الحلاوة وهكي تبدأ تبقبق توه حطيته السكر نخصيب حطيته وما نقبل اه تبدأ تبقبق سبون رهي اه تابط والسكر دي ما حطوه فالاخر باش يبقى باش يعطي لون مزيين اه اكل لون هكي عاتي عالبني ولا عليك حلية حسي له لون العسيدة اه باش يجيكم اغمق لونها وكهو اه بعد ما تحطوا السكر تحسها تتحل شوية تبقى وتحركوا حركت من اللول بمغرفة اللوح ومبعد اه كي تجيب باش تكعبر خطر هي لازم باش تكعبر ما تخافوش منها وبعد بالفوية وكهو ولازم تتصب في الصحافي هي اصفونة باش ما تعملش هكي القشرة هذي هي اللي بناية الاغلبية عملتوا العسيدة ان شاء الله باش فائليكم ان شاء الله مولدكم مبروك اما حبيت هكا نبرتجي معاكم بشوية من المولد وبما انه حتى هو مخر مثالش المهم اه وردكم شنو عملت هذي هي اللي بنات وبالحق بالنسبة للكريمة رهي بنينة بنينة على الاخر كتاب دانوازيت خير من الفني عجبتني على الاخر ما سنين سنعمل فني اه اسني عملت اه اه شا اسمها هي بفريبة وورطة الاخر اللي عملتوا في دارنا ما زينتوش ما يحبوش الكريمة يحبوها اه العسيدة وحدها زي ده هنحطت للكم شوية ما تصور ما صورتش برشا ان شاء الله يكون اللي بنات اه استفدتو ولو شوية ولو تشجعتو معايا حتى شوية برك ان شاء الله يا ربي اه مولد مبروك عليكم ان شاء الله نتلقاوا في فيديو جديد وتشجعوني بجامعات كالعادة والكومنتارات المزيانة وتتفرجوا في الاشهارات وان شاء الله ربي خليكم ليا وربي داو مع شرتنا نتلقاوا في فيديو جديد باذن الله ما رجي هذو هما والريزلتاء متاع العسيدة كيفيش طلعت ساورت لكم هذيك العسيدة في دارنا وهذي اللي بالكريمة في داري وحتلت لكم شوية تصور في الاخر بعد ما صورتها وطوما بقالي كان نقلكم دمتم في رعاية الله وحفظه وان شاء الله نتلقاوا في فيديو جديد وبسلامة اشتركوا في القناة